مرحبا بكم مجددا بدرس جديد من دروس Next.js فهذا هو مسار Next.js سأترك رابطها في صندوق الوصف حتى يمكنكم تعلم مزيد عن هذه الدروس أو تصفح هذه الدروس والمعلومات التي تقدمها أما بالنسبة لدرس اليوم فهو ذات جدا سريع وبسيط جدا وسنقوم بالتعديل على المشروع السابق فبكل بساطة نحن كان لدينا مشروع ذهبنا إلى مشاريع Next.js فهذه المشاريع لدينا مشروع عفوا واحد اثنين ثلاثة فأنا الشي الذي قم به قم بنسخ ثلاثة ونسخته في أربعة فذا اسميت مشروع آخر أربعة وفعليا مشروع أربعة فيه موجود الموجود بالمشروع ثلاثة فإذا محتوى الكلاينت قمت بنسخه هنا زاءت جلبت الديتا من السيرفر فإذا مرة أخرى أوضح لكم فبالنسبة لمن مشروع ثلاثة قمت بنسخ محتوى الكلاينت ووضعته في مشروع أربعة ومن السيرفر فذهبت إلى السيرفر هنا قمت بنسخ الديتا ووضعتها بمشروع أربعة فإذا الآن بمشروع أربعة أصبح لدينا محتوى الكلاينت من المشروع السابق والديتا من السيرفر فإذا ها هو طبعا أنا أريد التعديل على هذا المشروع الآن بطريقة مختلفة إذا ذهبنا إلى pages وindex فنحن كنا في السابق أو في الفيديو السابق قمنا باستخدام شيء اسمه get server side props ومن خلال هذا قمنا بالطلب من التي كانت express ويمكن أن تكون أي شيء ليس بالضرورة express وقمنا بطلب معلومات هنا وطريقة تنفيذ هذا الشيء من جهة عندما نقوم بـ deploying أو نقوم فعلا بنشر هذا الموقع طريقة عمل هذا ستكون كالتالي هو أن المستخدم يذهب لصبحة index يقوم بطلب جذر الموقع من هنا جذر الموقع يقوم بطلبه وعنده طلبه سيعود للسيرفر هنا ويقوم بجلب الكورسز من جهة السيرفر وثم يظهرها هنا فعنده كل request سيتم جلب هذه الكورسز وتطبيقها من جهة السيرفر فما كانت الكورسز الآن لدي الكورسز اذهبنا إلى data courses هذه الكورسز موجودة لدي هنا هذه الكورسز يعني معروفة بالنسبة لي ليست متغيرة باستمرار بل هي ثابتة وموجودة بملف معين فأنا لا أريد أن أقول كلما يأتي الطلب هنا على السيرفر على الكلاينت أو طلب من المتصفح أن يذهب ويطبق شيء على السيرفر لا لا أريد ذلك أنا للتاو أعرف data الموجودة وأريد تقدمها هنا حتى يتم تحويلها لصفحات HTML عندما أقوم أنا بbuild للأب فماذا يعني build للأب؟ build للأب يعني بكل بساطة عندما أنا أذهب لجذر الأب بهذا الشكل وأكتب npm run build فإذا الآن أنا أقوم بbuilding لهذا الأب فإذا هذا الأب أصبح يعني يتم الآن إنشاء منه نسخة جاهزة لوضعها على السيرفر حقيقي وجاهزة لتقديم هذا الأب بهذا الشكل طبعا أنا سأقف العملية هنا لأنه يوجد فعليا أنا لم أستمر يعني لم أنتهي من هذا الموضوع سنقوم بbuild لهذا الأب في النهاية لكن نعود إلى هنا فأنا أريد فعليا أن يتم إنشاء صفحات لكل الكورسز التي هي كورس واحد اثنان ثلاثة أربعة أريد إنشاء لها صفحات الشمل عندما أقوم أنا بrun build الأب التي الآن يعني رأيتموها فإذن لي نقوم بذلك؟ فإذن بداية سأستبدل بكل بساطة سأقوم بجلب الكورسز من الديتا فإذن سأكتب كورسز from data courses وهو صفحة الديتا التي جلبتها من السيرفر المشروع السابق وهذا بالنسبة لهذا get server side لاحظوا server side لا لا أريد server side أنا أريد أن أجلب static props فإذن سأغير اسم هذا الفنكشن بكل بساطة وسأمسح هذا أيضا لا أحتاجها مباشرة أنا سأجلب البيانات من الكورسز والكورسز فعليا ستكون هي الكورسز نفسها الكورسز التي سأجلبها من هنا فإذن الآن سيجلب الكورسز من الملف مباشرة وسيتم إنشاء صفحة الكورسز هذه عند الbuild time الbuild time يعني عندما أقوم أنا برن البلد هنا فقط جيد؟ فالآن أيضا أريد التعديل على صفحة البيج الكورس المنفصل وهذه الصفحة أيضا سأعدل عليها بداية سأجلب الكورسز أيضا سأجلب الكورسز سأقوم بimport لها مرة أخرى أنا لن أستخدم get server side سأستخدم static فإذن من هنا سأجلب listatic static props وأيضا سأجلب منها الparams والid لأني أحتاج هذا ال id لكن هذا لن أجلبها هكذا والكورس سيكون هو عبارة عن ماذا الكورس الذي أريد إرساله هو من courses سأقوم بجلب كل الكورس الذي ال id له يساوي ال id الذي أخذته من الparams بكل بساطة هذا شيء جيد جدا لكن كون الآن أنا لا أقوم بجلب ال data عند كل request بالسابق كنا كلما يطلب شيء أنا أقوم بbuild the data وأجلب ال data لكن أو أجلب الصفحات يعني أما هنا فأنا فعليا كيف يعرف أن ما هي الصفحات التي يمكنني أن أقدمها فإذن الصفحات أو ال id سيكون هو بكل بساطة سأجلبه من function آخر اسمه get static authors بهذا الشكل وهذا function سيعيد لي المسارات التي أريد أن أخدمها فالمسارات التي أريد أن أخدمها هي بكل بساطة كل الكورس الموجودة هنا فالمسارات يتم تقديمها بهذا الشكل أنا أكتب هي عبارة ستكون عن array وهذه ال array سيكون فيها برامس هكذا وثم أكتب اي دي مثلا واحد وثم أكتب هنا نفس الشيء طبعا هذا يجب أن تكون object جيد فإذا قمت أنا هكذا فأنسخها أكثر من مرة مثلا اي دي اتنين هذه ال id التي أريد أن أخدمها فيمكن أن أكتب هكذا وأيضا أستاج أن أكتب هنا يطلب مني أن أضيف fallback سنجعلها تحديدا false يعني إذا كان مثلا لا يخدم أي عنصر من هذه العناصر ما هو الشيء الذي أريد أن أعرضه فأنا لا أريد أن أعرض أي شيء سيعرض 404 يعني الصفحة غير موجودة هذا يمكن أن أكتبها أيضا بطريقة مختلفة أنا بدلا أن أكتب هكذا يمكن أن ننتجها بشكل ضلقائي من الماب courses map. courses هي عبارة عن array وmap هي array method وهنا يمكن أن أكتب ما بتدور حول كل عنصر من عناصر هذه ال array وتنتج لعنصر رديد فإذا هنا أنا أريد عند الدورة عن كل عنصر أريد أن أجلب الparams هذا وأن أضيف ال id الذي سيكون courses أو course عسى يكون عفوا c dot id جيد وسأمسح هذا. طبعا هنا يجب أن يكون لدينا كومة بالنهاية. فإذا بهذا الشكل. فإذا ممتاز. فإذا لنرى إذا كان هناك أخطاء أو كان الموضوع يعمل الآن أم لا. فإذا تحديث. سأعيد تشغيل السيرفر. نعم. فإذا ظهرت لدينا هذا. هذه الكورسات ظهرت بهذا الشكل. ذهبت إلى أساسيات أساسيات ال lab. هذا يقول لي أن هناك خطأ. سيقول course id was not provided in aesthetic. فكل بساطة لأن الملف الذي لدينا هنا اسمه course id. فبالتالي هنا لا يجب أن أقول id فليجب أن أكتب هنا course id. جيد. فإذا نعود إلى الصبحة. فإذا هذه هي ظهرت. فإذا آآ آآ ذهبت إلى فل ستاك. فإذا ظهرت لنا لنا الفل ستاك. فإذا يعمل. فإذا ما الفرق يعني. نحن قمنا بالسابق بشيء والآن آآ يعني نفس الشيء. المظهر نفس الشيء. ما هو الفرق فعليا. فإذا الآن أريد أن أناقش الفرق. فإذا الفرق الآن مرة أخرى. لاحظوا سأقوم برن البلد. فسأكتب ان بي ام رن بلد. فإذا الآن سأقوم ببلد لهذا الأب. فإذا الآن سيتم آآ إنشاء نسخة من هذا الأب جاهزة لكي استخدمها بالآآ جاهزة لاستخدامها في السيرفر. أو واستخدامها بشكل يعني بالبرودكشن أو بآآ يعني شيء حقيقي. أو للإستخدام الحقيقي. فعلى النسخة أين سأجدها فعليا. إذا قم في هكذا لن يظهر لي أي شيء جديد. لكن إذا قم في يعني فايل فسأجد أن هنا لدينا فايل هدن اسمه وهذا الملف هو الذي تم إنشاؤه عند الـ آآ لهذا الأب. فذهبت إلى .next هنا. فسأجد لاحظوا ظهر لي كل شيء. ظهرت لي أشياء خاصة بالسيرفر. أشياء خاصة بالإستخدام. فالآن بكل بساطة إذا قمت أنا بإيقاف السيرفر الآن لاحظوا أنا أعمل على السيرفر development server. لأني كتبت MBM run dev. طبعا هذا اللي تظهر هنا. MBM run dev. آآ فهذا development server. لكن إذا أردت أن أقوم بتشغيل الbuild الذي آآ هو موجود آآ الذي أنشأته ب MBM run build. آآ فإذا أردت أن أشغل من هنا فبكل بساطة علي أكتب MBM run start. التي هي تشغل script next start. فإذن الآن لو عدت إلى وتحديث. أيضا نفس الشيء لن يفرق أي شيء عن السابق. فبكل بساطة نفس الفكرة. آآ هذه الآن جاهزة فعليا. هذه ليس development environment. ليس هذه بيئة التطوير. هذه بيئة production. وبالتالي أنا يمكن أن أستخدمها أن أقوم برفعها مثلا أرفع ال next هذا الآب الذي هو next dot next. يمكن أن أرفع على السيرفر. أو أرفع كل الآب على السيرفر. وأقوم بإنشاء مثلا proxy server. وأحول كون الآن يعمل على board 3000. فيمكن أن أقوم بـ proxy server. أرسل كل الـ traffic لي أو كل الـ request لهذا البورت. وسيعمل. كل بساطة. الآن يعمل. لكن لو أنا مثلا قمت بهكذا بإغلاق الـ production server. وقم بحذف. حذف الـ next الذي أنشأته قبل قليل. next. قم بحذفه. والآن قم بكتابة npm run start. أريد تشغيل الـ production. لاحظوا سيأتيني خطأ. سيقول لي أن ليس هناك production build. لأن الـ production build يكون عندما أكتب npm run build. طبعا هذا النقاش حول الـ next.js build و deployment. فهذا النقاش حول هذا الموضوع. لكن أنا لم أجيب عن السؤال السابق. فأنا عندما قمت بالكتابة بهذا الشكل. استخدمت get static props. الذي سيحدث هو أن بكل بساطة عندما يتم الـ build. سيقوم بإضافة صفحة لـ course id 1 والcourse id 2 والcourse id 3 و 4 و 5. يعني كل الـ courses id الموجودة في هذه الصفحة. سيقوم بإنشائها عند الـ build time. وتكون جاهزة وابنية في السابق. فإذا قمت أنت مثلا بإضافة كورس جديد هنا لهذا الـ app. وبعد الـ build time. هذا الكورس الجديد لن يتم إضافته لن يتم خدمته هنا. إلا إذا قمت أنت بـ build up مرة أخرى. هذا بخصوص الطريقة هذه التي قمنا باستخدامها هنا بـ get static props. عندما استخدامنا في المرة السابقة get server side props. هذا تختلف. لأن هذا مثلا إذا قمت أنت بالربط تطبيقك مع back end ومع قاعدة بيانات وقمت بإضافة كورس جديد مثلا لقاعدة البيانات. فسيتم فعليا خدمة هذا الكورس الجديد وإظهاره. السبب لأنه عندما يتم أنت تطلب ID جديد يذهب للback end يبحث عنه إذا كان موجود يظهر له غير ذلك. لا. وأيضا هنا اذهب إلى كورس جديد غير موجود مثلا slash مثلا. طبعا لن يظهر أي شيء لأنني أنا لم أشغل الـ development server لنشغل ال development server مؤقتا. فالآن اذهب إلى كورس غير موجود وتحديد سيفترض أن يظهر لي يعني الصبحة غير موجودة. لاحظوا لكن مجرد أن اذهب لكورس موجود مثلا واحد سيظهر لهذا الكورس. بخصوص هذا تعلمنا نحن بخصوص الـ server أو الـ deployment والـ build. لكن بخصوص الـ development فـ development دائما يتم التحديث باستمرار حتى ترى كيف تظهر الأمور. فـ development لا مشكلة فيها. آآ سيتم دائما إعادة build وإعادة عرضه. آآ حتى ترى أنت كيف الأمور تعمل. لكن بـ production هذا شيء آآ ليس مثل development. فعليك أن تنتبه. فإذن الآن السؤال الأخير. آآ هل استخدم هذا أم استخدم get server side أم استخدم الـ client rendering أم استخدم آآ الـ get static props. فالجواب بكل بساطة آآ حسب استخدامك. إذا كانت الأشياء التي أنت تريد أن تخدمها هي أنت تعريفها في وقت الـ build time أو قبل الـ build time وأنت تعريفها فعليك أن تستخدم get static props. لكن إذا كانت هناك أشياء محدثة باستمرار كل يوم مثلا تضيف كورسات فعليك أن تستخدم get server props. وإذا كان الشيء لا يهم أن يتم فعليا rendering له على جهة الـ server أو بالـ build time. فبكل بساطة تقوم بـ render لهذا الشيء على آآ لـ client. وما ذلك أنه كما قلت أنا في أول الفيديوهات أن تقوم بإنشاء صفحة لكل آآ صفحة لكل هذه الصفحات. وهذا الشيء يساعد أكثر في السيو. لأن عندما يتم تحميل الصفحة لأول مرة لا تنتظر nextjs أن يتم تحميلها في المتصفح. تحميل script في المتصفح. وثم عرض الصفحة لا. فهي فورا ترسل HTML فمجرد أن الصفحة ذهبت للمتصفح أو عرضت على المتصفح. فسيكون هناك نسخة ابتدائية منها HTML وهذا الشيء مفيد للـ SEO. آآ طبعا هذه فائدة لـ nextjs على react لأن react لا تعمل بهذه الطريقة. فإذا هذا كله لهذا لهذا الفيديو. أتمنى أنه كان مفيد في الفيديوهات القادمة. سنقوم بإنشاء مشاريع أخرى حول nextjs. آآ تقريبا نحن قمنا بتغطية أساسيات الأساسيات بـ nextjs. وعلينا أن نقوم بإنشاء شيء آخر في الفيديوهات القادمة. فنلتقي لاحقا ومع السلامة. من نعني أن نعني أن نذكر في الفيديوهات القادمة. فإنствие